السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس اليوم في حصة التربية الإسلامية سنأخذ درس بعنوان الصحابي الجليل علي بن أبي طالب الصحابة خير جيل افتارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تربية فكانوا نماذج يقتدى بها سنأخذ اليوم درس بعنوان علي بن أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله عنه بطاقته التعريفية اسمه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ولادته ولد قبل البعثة بعشرين سنة قنيته أبو الحسن صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة من الوقائع التي شهدها يوم بدر وأحد وصلح الحديبية وبيعة الردوان والخندق وخيبر وحنين وفتح مكة اسلامه ونشأته ومنزلته أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد خديجة رضي الله عنها وكان عمره حينئذ عشر السنين فهو أول من أسلم من الصبيان تربى رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق فلم يعبد صنمى لم يشرب خمرة لم يعرف طريق اللهو والحرام سوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها فأنجبت له الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة هو أحد المبشرين بالجنة رابع الخلفاء الراشدين علمه وحكمته اكتسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من تربيته في بيت النبو والعلم والحكمة وقد ظهر ذلك من معرفته بتفسير القرآن الكريم وفتنته وذكائه في القضاء بين الناس يا طلاب لدينا نشاط في صفحة 107 أكتب في المربعات الآتية ما هو مناسب من الكلمات المحددة أسفل الصورة وأكون منها حكمة قالها علي بن أبي طالب شيئا لا تحمد عاقبتهما الظلم والشر جهاده وشجاعته وتضحيته اشتهر علي بالفروسية والشجاعة والإقدام وقد بذل جهده في خدمة الدين والدعوة إلى الإسلام وشاركتي كثير من المعارك كيوم بدر وأحد وفتح مكة وقاتل فيها قتال الأبطال حمل راية الجيش بأيده في أكثر من غزوة أما عن خلافته رضي الله عنه تولى عليه الخلافة بعد الخليفة عثمان بن عفان مدة ست سنوات تقريبا أما عن وفاته استشهد علي رضي الله عنه سنة أربعين من الهجرة إذ قتله غدرا عبد الرحمن بن ملجم أحد الحاقدين على الإسلام حينما كان علي رضي الله عنه في طريقه لأداء صلاة الفجر